عم تتخذوا آآ منطق فرض الرأي أو فرض القوة يعني انت بدك تمشي اللي انت بدك يا لانه عندك فانت عم تحاول تمشي الامور بمنطلق القوة مع انه بعض الامور تتطلب يعني بينك وبين هالشخص تتطلب بعض الدبلوماسية او بعض المرونة واحدة من الاسباب اللي اللي سبب تخلل بالعلاقة او مشاكل بينكم انه انتو ما بتحكوا فعلا شو هو اللي بتحسوا فيه تكتنوا على مشاعركم من اجل انه يعني تبان بشخصية آآ اقوى يعني انت بدك و ايضا بده يبان بشخصية قوية يعني بتحس انه انت بستعبر عن مشاعرك ما بدك تهين بكرامتك او تنزل من 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 كرامتك تجاه هالشخص فتعبر عن اللي بتحس فيه عندكم كرامة عالية انتو هالشخص ايضا فيه تغييرات صارت من الناحية العطفية بينكم يعني ببداية التواصل بينكم وبداية العلاقة بينكم آآ المشاعر كانت عالية بينكم التواصل بينكم كان كتير عالي ولكن فيه تغييرات مفاجئة صارت بينكم فيه وطا صارت فجأة خرب الوضع بينكم فجأة فممكن تكون انتو هالشخص آآ بديت بالعلاقة بسرعة وانتهت ايضا بسرعة. ايضا اساسات العلاقة عم شوف بينك وبين هالشخص كان فيها شوي خامل او كانت مهزوزة شوي لانه الكرت عندك مكرر مرتين بيهدك وبيهدك. الاساسات بينكم ما اشتغلتوا عليها صح. آآ ما كنتو من بداية العلاقة صار يحيل مع بعض. فالاساسات بينكم آآ مش قوية كتير. فمشان هيك صار فيه نخبطة بينكم. ايضا ممكن انت تكون تشك فيه من ناحية العاطفية انه هو مش يعني ممكن هو بيحكي لك انه بيحبك او اشي بس انت ممكن يكون في عندك شك آآ بحقيقة مشاعر هالشخص. فهاي ايضا تعتبر من الاساسات المهزوزة بالعلاقة. خلينا نشوف شو هي خطوتك آآ بالمستقل. عم شوفك آآ عم تركز. رح تركز على الامور الاجابية. يعني في عندك بالمستقبل نظرة الى الامور ولكن من ناحية ايجابية. يعني بدك تنظر آآ على الجمال الاشياء. على الاشياء الجميل بالشيء وتركز عليه. ايضا رح نشوف من ناحية الكومينيكيشن او من ناحية التواصل. في عندك رح يصير مع شخص تواصل آآ كتير منيح. شخص رح تتفاهم معه بيجوز هو نفس الشخص. آآ هيدا يصير فيه بينكم للمنفصلين رجوع وللي آآ دلي بينكم الوضع مش كتير منيح حاليا عمشوف من ناحية التواصل. يعني من ناحية المصارحة الوضع بينكم رح يكون افضل. ولكن عندك نايت اوف بنتقلز هاش هاي الفارس. فارس أو فارس النقود. حركته بطيئة شوي. فخطواتك بالمستقبل رح تكون بطيئة ولكن عم شوفك رح تدرس آآ الخطوات اكتر. يعني قبل ما تتخذ اي قرار عم شوفك عم تدرس الامور آآ اكتر. ايضا انت بالمستقبل مركز على رح تركز على الجانب العاطفي. عم شوف انه انت ناين معه الشخص. فبشوف من آآ جهة برج الاسد. البعض منكم فعلا بده يحط مجهود بها العلاقة. آآ ايضا الابراج اللي ممكن تتعامل معها قبل ما انسى قبل ما نشوف شو خطوات الحبيب المستقلية. الابراج اللي ممكن انت هم تتعامل معها. ممكن تكون ابراج آآ نارية ولكن بتوقع اغلبية الطاق النارية بالقراءة هي طاقتك. ممكن بعم تكون عم تتعامل مع ابراج ترابية. آآ مش عم يشوف كتير آآ ابراج مائية ولكن في مغالبية ترابية وايضا هوائية. ممكن يكون آآ مائي هالشخص ولكن آآ مش كتير مبين عندي مائي. ممكن يكون اي برش طبعا هاي فقط احتمالات. آآ بالنسبة لخطوة الحبيب القادمة او خطوته في المستقبل. عم يشوف انه هو مركز كتير على الجانب الروحاني هالشخص. عم يحاول يتقرب آآ الى الله اكتر او عم يحاول يعني آآ يرتقي او يعلى بروحانياته. لانه هو بده عم يشوف بده ايضا يصلح الامور معك. من الناحية العاطفية بده يكسبك كصديق هالشخص. قبل ما يكسبك كحبيب للبعض منكم. عم شوفه منعزل. واذا انت بعلاقة جديدة غير هالشخص. عم شوف هو عم يراقب من بعيد علاقتك او عم يشوف عم يشوف تحركاتك مع الاشخاص اللي جديدة بحياتك. شخص عم شوفه حاليا منعزل. منطوي على حاله. عم عم يبحث عن عن اجوبات بالمجال الروحاني او عم يحاول انه يفهم اخر العلاقة بينكم شو هي. لانه مبين انه هو بخطوة القادمة من ناحية المشاعر هالشخص. في عنده مشاعر كتير في اوراق مائية هون كتير. فمن الناحية العاطفية عم شوفه كتير بده يعبر للك او كتير بيكن مشاعر اه للك. الى انه عنده فهالشخص من ناحية العقلية مشوش. لسه لسه مشوش. لسه فيه عنده مخاوث اه داخلية. ايضا ام يحس انه هو بصراعة. ام يحس انه فيه منافسة بينه وبين الاشخاص اللي حواليك او فيه منافسة بينه وبينك افتجاه اه اشي معين. عم يحس انه العلاقة بينكم اه فيها كتير من مش التناقض. ولكن فيها كتير من من التحدي. وهو عم يحس انه دائما اه لازم يظهر بصورة قوية. افتجاه هالشخص. ولكن عم شوف انه عنده هاي امرأة بتوتع بحنان عاطفي كتير كبير. يعني هالشخص رح يكون متعاطف اه كتير بالعلاقة بينكم. تجاه العلاقة يعني بينكم. وتجاهك انت شخصيا. نشوف انه هو رح يكون كتير متعاطف مع المسألة. وايضا فقط هو في عنده شوي 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 مخاوف وبرانويا. بالنسبة لطاقتكم المشتركة بالمستقبل. فانت وهو رح تركزوا على كيف تشافوا العلاقة بينكم. او كيف تصلحوا الوضع بينكم. عم شوف انه انت عندك النية وهو ايضا عنده النية. انه فيكن اه تصليح للامور والوضع بينكم. ايضا عندك تنبرينز كارد. تنبرينز كارد ايضا ترمز الى الى الشفاء. يعني الكارتين هدول بيحملوا نفس المساج او نفس الرسالة. فانت وهو بدكم او توصلوا الى نقطة وسط او نقطة عدل او. او نقطة تحلوا فيها الامور بينكم. بدا تعلق من الناحية العاطفية. لانه في عندكم ايس يعني في عندكم بالعاطفة بلش الاسد بداية جديدة. ممكن تكون معها الشخص وممكن تكون يعني بداية عاطفية جديدة مع شخص جديد او شخص اخر. ولكن عم شوف للبعض منكم برج الاسد. اللي منفصلين او اللي مش عم يحكو مع الحبيب. يعني في عندك بدايات جديدة. ايضا طيب. ممكن انت عم تكون عم بتتعامل مع برج الجوزة. هالكرت بتبع برج الجوزة. ممكن عم بتتعامل مع برج السرطان. هالكرت التوضيحية. جميعها ميجر ارقانا. او من الكروت الكبيرة. يعني فيه تغيرات كبيرة رح تصير بينكمين هالشخص. هلا نصوي بريكداون لكل كرت. انتم هو رح تنحطه بمطرح في كل اختيار او رح تنحط بمطرح انه لازم تختار بين شيئين. او تختاروا انه ترجعوا لبعض او لا او تختاروا انه تصلحوا العلاقة مع بعض او لا. يختلف الوضع من شخص الى اخر. ايضا. يعني فيه عندكم تقدم رح يكون سريع. بس تجتمع طاقة الحبيب وطاقتك انت مع بعض الوضع الحركة بينكم. التقدم بينكم رح يكون كتير سريع. لانه هالورقة تحكي عن التقدم الى الامام وايضا رح يكون تقدم كتير سريع. بالنسبة لها الكرت اخر كرت. فيه اه عم شوف انه انت هو عم تفكره بالتزام جدي او ارتباط جدي لانه هالكرت كرت الزواج. ولكن مش ممكن يعني بالضرورة انه يعني زواج ولكن يعني شيء اه جدي. يعني اذا انت وهو بعلاقة كاجول او علاقة عادية ممكن تتطور العلاقة الى انه يكون فيها اه ارتباط او ارتزام جدي. ايضا البعض منكم اللي بعلاقة ممكن تتطور الوضع الى خطوبة او من خطوبة الى زواج. اه الفكرة بها الكرت انه الامور يعني رح اه تطلع اعلى او رح تطلع خطوة اعلى. فهاي تعقدكم المشتركة مع بعض كتير اه كتير مني. عم شوفي عندك بدايات بالحب بالعاطفة. جديدة عم شوف البعض منكم اللي مش عم يحكي اه مع الحبيب في عندكم فرصة. بدك انت تشوف ازا اه رح تستغلها انت وهالشخص ولكن في عندك فرصة. ايس اوف كوبس في عندك فرصة جديدة لحتى تبدأ مع هالشخص يعني اه صفحة جديدة. ايضا الطاقة بينكم رح تكون كتير سريعة. ففي اه فرصة لبرج الاسد كتير عالية ببدايات حب اه جديدة وايضا تواصل. تواصل كتير سريع وكتير وكتير منيح. اوكي احبهاي ببرج الاسد. بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. ازا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي اشتركوا في القناة واشتركوا في القناة.